اخوات مشاهدة الكرام حيكم الله يلا ما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الامر اخواتي في هذا الفيديو سنتكلمه عليها الانجليس وميني المبيطال ولكن اولد عمامي ما تخافوش سنتكلم علي الانجليس وطال من ناحية إيجابية ماشي من ناحية سلبية القضية السلبية ركما عارفينها اولد عمامي ان احضيه ريوصنا اذا بغينا نحافظه على هذا الانجليس وطال سنحضيه ريوصنا اولد عمامي مادم انت كتحافظ على هادوك الشروط اللي اللي من حولك هاد الانجويتان ما عندك عليش نتخاف ولا ما عندك منش نتخاف ولكن اولد عمي اذا فقدت شي شرط من هادوك الشروط انت في خطر قدر يحيدوه لك يقول لك رجع ولا يوقفوه لك ولا ما نعرف ولا ينقصوه لك مو يلو هلا حساب الحالة هاد الايامات راه بدو هادوك يصفتو البراوات العباد الله هادوك يصفتو البراوات العبادة هادوك يصفتو البراوات العبادة هادوك المبالغ اللي يدوزو عندكم وما كانوك من حقكم ايه اولاد عمامي لأسباب ما لأسباب ما كينشيط غير في الوحدة دي لتعيوش ما علمتوش بيها نعم شو واحد بدأ يخدم شو واحد نقلوه تزاد في الدار شو واحد خرج من من الدار شو واحد توفاء شو واحد صافر ما علمش المهم عدة اسباب اولاد عمامي ما نقدرش نعرف عدة اسباب اغلبيا منا ما كان علموش ما كان علموش نعم كيصحاب لنا بللي هذا الانجلس المنويتال رأس صادقة ماشي صادقة ولد عمي الانجلس المنويتال رأي انتمكم عارفين لمن خرج تمربكم عارفين لمن خرج هذا الانجلس المنويتال نحضروا الريوصنع بلد عمي المهم وانا اعرفه وانا اعلم صعيده على المباليه 7000 18, troto, 12000 14400 انا انا عندي وانا اعلم باقي نهاية وانا حتي لا الا pela اللي ان تستفد ايها الأسفل ت مشكلة ذلك الان من 10, toll ه pul possibility وانا هو فالحتي انه يغلط والذي يبدو شوئ اعرفه أعلينا علينا فلوسنا ايها The Levista عندك ماشي من حقك ماذا ستتقوم بك؟ تقول لهم لا لا تقول لهم أولد عمي لا تقول لهم ترى كيف تقوم بك ترجع لك شيء بشوية 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 لا تشيل كي حيث تصينوا أولد عمي تبدأ تقوم بشكل طال نعم هذا الأولاد عمامي أصيادا أصيادا والسيورة السوثيال لا تقوم بشكل طالب لا تقوم بشكل طالب أولد عمي إذا أريد المضمون هو أستاذ الصباح ما هي أستاذ الصباح؟ تنوض تخدم وتقدر تخدم و نعم توافقه مع الإنجليس ومينيوم وبيطال هذا الشيء الذي سنتحدث عنه في هذا الفيديو تقدر تخدم و في نفس الوقت نعم تستفد من الإنجليس ومينيوم وبيطال كامل كامل أولد عمي ما عندك شنو تخاف هناك يقولوها تقدر تخدم تشد من الخدمة وتشد الإنجليس ومينيوم وبيطال هنا في العنوان دايرين نعم تقدر تخدم تقدر تخدم تقدر تخدم تقدر تخدم نعم لما عندك شنو تخدم كامل السنو تخدم كان صادق في 2023 على واحد الأمر ومينيوم وبيطال أي نزل الإنجليس ومينيوم قدر تخدم تخدم العمل نزل تخدم وحسب نعم امتكين نعسين كي يخافوا نعم نمشي نخدم نفقد الإنجز ويطال او لا نعم حتى إذا لقيت هذه الخدمة ما نعرف حالة أنني مشيت وخدمت غير شهر وشهرين جرائيين جرائيين او ما قدشنا أنني استمر نعم نبقى بدون العمل بدون نسميته بدون الإنجز ويطال على ذلك الشيء في الكثير من الناس خايفين خايفين ولكن أولد عمي سمع لي أمزيان سمع لي أمزيان تقدر الدخل من العمل وإذا ما تدخلوا من العمل لا يفوت هذه الكلمة بالغيدة لا يفوت 60% من الـ Renta Garanti هذا الذي ما تحتاجك فيه في الإنجز ويطال لا يستطيع مشكلة ستشدهم بجوج بجوج أمي لا يتحدث أم لا يتحدث أن تعمل بخورنازة كمبليتة هو ما ما كيقولك إذا كتر مح نقوله 1100 و كده في الإنجلز والتال كيقولك مشي خدم 1500 أنه في ذلك السعارة نعم في ذلك السعارة باي باي إنجلز والتال حيث أنت ركت تفوت الرينتا غارانتيثة أنت ركت تدخل كتر من الرينتا غارانتيثة أنت ركت تفوت 100% الديار الرينتا غارانتيثة هذا اللي عندك فيها الحق هناك نتكلم وغير على 60% ما تفوتوش و لكن هناك حالات أخرى اللي نعم ما تفوت 25% طا 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 طبعا نمشي بالتفاصيل طبعا نمشي بالتفاصيل نعم والتعني في سنة 2023 هناك كيف تشوف معي وقد عمل الضامة الإجتماعية السماح على السماح بهذا التوفيق مع وظيفة حتى لا يثنر ولا لا يثنر إخوان الناس عاني البحث عاني العمل صادقوا على هذا الشيء باش الناس لا تنعش نعم باش لا تكشع يقولون تخاف تمشي تخدم صادقوا على هذا الشيء هذا لأنهم كانوا خائفين من فقدان المساعدات للحصول على وظيفة ربما كانت مؤقتة لمدة شهر مثلا نعم الناس كتخاف كتقول إذا مشيت وهذاك الخدمة غير شهر ولا شهرين قال لا ولهذا السبب منذ عام 2023 زاد الدخل من الرواتب التي يمكن تحصيلها بالتزامن تحصيل الإخوان مع الحد الأذنى للدخل المعيشة نفسي نعم والعمي تقدر تشبر هذا وهذا بدون مشكلة نعطيك المثل نعطيك المثل اسمعوا العمي هنا جعل الحد الأذنى للدخل المعيشة متوفقا مع الرواتب التي تصل إلى 60% 60% هنا تنص القاعدة على أنه وإذا كان لدى الشخص الراتب لا يتجاوز 60% من الدخل الذي يضمنه الحد الأذنى للدخل معيشة إنجريسو متال فيمكنه الحصول على كل من الراتب العمل والإنجريسو مينيمو متال بالكامل إذا ما كتفوش 60% من رنتا غارنتي تذلك تشده في الإنجريسو متال تقدر تشبر نعم المبلغ العمل كامل زائد الإنجريسو متال كامل هنا ومن ناحية العملية لكي تفهم زياد هذا يعني أنه يتم إضافة الراتب إلى الإنجريسو مينيمو متال وبالتالي زيادة إجمال الدخل نعم كامل كل شيء هذا وحده نعطيك واحد المثال باش تطيق سمعه هنا ولد عمي المثال على سبيل المثال وحدة سكان مشترك الإخوان مكونة من شخصين بلغين واثنين من القصار نعم هائلة تكون مثلا أنا والزوجة وجوج وليدت وجوج كبار وجوج صغار مش حال عندنا الحق فيه في الإنجليسو مينتال ألف ومية وثمينة وربعين يورو وخاول دمي أنا أو الزوجة أنا أو الزوجة لقينا شي خدمة واحد مننا لقى شي خدمة وهذه الخدمة ايه؟ كانت تكلموا على واحدة الخدمات نعم أطيم بو بارثيال أطيم بو بارثيال أو يوم أطيم بفكة أيضا نعم من هذه الخدمة نعم كانت تتكلموا على فعه، 740 يورو نعم انتكلموا على للتعليم ما ينصد المبلغ من satisfaction 1148 يورو هذه هي الرئيسة التي تشدها من انجريس ومن الموبيطال لم يكن نفوته 60% من هذا المبلغ 567 لم يكن تفوته ماذا يعني هذا الشيء؟ سوف نشد انجريس ومن الموبيطال كامل زائد هذا المبلغ لا سوف يدولينا حتى أورو أيها الهم انجريس ومن الموبيطال هذا الشيء الذي كان وقع ولكن في حالات في حالات في حالات كان نفوت هذا 60% من العمال كان ندخل كثير من هذا 60% ولكن ما وصلش المئة في المئة ديارينتا غارانتي هذا كان ندخل ما نعرف قوليها 800 أورو 900 أورو المهم ما كان نفوتش مئة في المئة مئة في المئة هو 1148 كيف قلنا لكم هذا هو مئة في المئة لا باش نفوته خسنا نكونه فوق هذا المبلغ هذا نعم كان نفوته 60% ولكن ما كان نفوتهش مئة في المئة بالي هنا أولد عمي سمع هنا في حالات تجاوز 60% ولكن ليس 100% الحالة الأولى إعفاء ستتعفى بالنسبة 30% نعم في حالات كان تتكلموا على واحدة التعايش مكونة من شخص واحد ولا متكونة من جوش كبار ولكن أولد عمي في هذه الحالات لكي نتعفى من هذه 30% لم يخصناش نكونوا نعم كان نشدوا هذا الكمبليمينتو نعم هذا الكمبليمينتو الإخوان اللي كي أعطونا هذه الإضافة اللي كي أعطوناها حيث شي واحد مننا عنده شي إعاقة انه واخر الحالة الثانية إعفاء 35% في حالة واحدة التعايش اللي عندهم نعم قاصرين نعم قاصرين نعم هنا والزوجة عندنا وليدات وهذا التعايش اللي عندهم الوليدات لإعفاء ديال 35% إعفاء بالنسبة 40% لوحدة المسكنة الإخوان ذات الوليد الوحيد أو مع علاوة الإعاقة نعم هنا ولد عمي تعفاء من 40% سمعت في حالة لحالة فاميليا منو مونو مونو مارنطل العائلات متكونين غير بأب واحد أم نعم أم أم أو الأخوان نقولوا بالكوم بليمينتو فهذه الحالة الإخوان 40% ما هو الأخير الإخوان ولكن سمع بالإضافة إلى ذلك إذ كان الدخل يأتي من زيادة الراتب في وظيفة تم القيام بها بالفعل من قبل فإن الإعفاء الإخوان أقل بالنسبة 5% من تلك المذكورة أعلى وتبقى الإخوان عند حالة كانت خدمة أنا في شيء خدمة وفي هذه الخدمة زادوا لي في المبلغ ديالي ذك اسميته في النومينا ديالي 5% بالأول عمي قالوا إذا كانت خدمة ونعم زادوا لي في الخدمة الإخوان أعملوا لي واحد أومنتو هنا أول عمي هنا الإخوان قصنا هذا الشي اللي قلت لكم هذا النسبة المئوية اللي قلت لكم 30-30-40 قصنا نقصوها الإخوان منهم 5% بالأول عمي 5% هنا نعم هنا إعفاء بالنسبة 25% الإخوان لوحدة تستعيوش المكونة من شخص واحد أو بلغين فقط بدون ملحق الإعانة الإعاقة كيف قلت لكم بالأول هذا الشي اللي قلت لكم وخصنا نحيده لإخوان 5% إعفاء بالنسبة 25% لوحدة تستعيوش المكونة الإخوان من شخص واحد أو بلغين فقط بدون ملحق الإعاقة هذا الشي اللي قلت لكم بالأول إعفاء إعفاء 30% لوحدة 30% الإخوان تسكن الإخوان مع قصيرين 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 عفوان ليس قصيرين حيث قصيرين نتكلموا على جوج لا هناك تتكلموا على قصيرين ما نعرف واحد جوج المهم ما هو إخوان إعفاء بالنسبة 35% لوحدة المسكنات ذات الوارد الوحيد نعم منو أو كوم كومبليمينتو بور ديسكاباتيذار فهذا جوج الحالة منو منو كومبليمينتو بور ديسكاباتيذار الإعفاء الإخوان يكون بالنسبة ديال 35% كل شي واضح كل شي واضح ولد عمي غير اللي ما بغاش يفهم المبالغ ديال هاد السنة ولد عمامي مش حال نعم مش حال ولا والإخوان ولا ولنا كانشدو في الإنجريس وميني موبيتال شخص واحد الإخوان كيف قاد عرفو نعم 604 يورو نعم شخص بالغ وقاصر نعم كانت تكلموا على 673 يورو شخص بالغ وقاصرين شخص بالغ وش قاصرين نعم الإخوان كانت تكلموا على 828 يورو شخص بالغ وثلاثة قاصرين نعم كبير زائد ثلاثة ديال وليدات مثلا 1148 شخص بالغ وأكثر من ثلاثة قاصرين نعم 1329 يورو هذا هو طب الإخوان في الإنجريس وميتال شخصين بالغ 785 يورو شخصين بالغ الإخوان هو قاصر واحد أنا والزوجة ووليد واحد 828 يورو شخصين بالغ وقاصرين جوش كبار جوش صغار 1148 شخصين بالغ وأكثر أو نعم شخص بالغ أو أكثر من طفلين قاصرين كانت تكلموا على 1329 ثلاثة بالغ نقوله ثلاثة كبار 828 يورو ثلاثة بالغ الإخوان وقاصر المهم هذا الشغير كيتعود الإخوان هدوما الباب الإخوان كنت أتكلم عليهم ولكن في حالة الإخوان في حالة شيء واحد من العائلة عنده شيء إعاقة كتساوي أو كتزيد على 65% هناك سنزيده 22% على هذه المبالغ تحياتي لكم وتشبه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته